موسيقى بسم الله ازايكم عاملين ايه اهلا بكم معي في وصفة جديدة النهاردة بقى هنعمل الخميرة البيرة زي المصانع بالزبط بطريقة فهلة جدا ومكونات كلها بسيطة واقتصادية اول حاجة هنجيب معلقة عسل سود ونبتدي ننزل عليها بنص كباية مية انا هيبقى معي كباية مية وكباية دقيق هدوه بالعسل كويس جدا في المية وهبتدي انزل بالدقيق بالتدريق برضو وهبتدي انزل من المية والدقيق مع بعض لحد ما يختلطوا مع بعض ويبقى الخليط عامل زي البانك كده لا تقيل ولا خفيف طبعا كلنا بنحب الخميرة البيرة ونتجتها ورحتها بتبقى احلى بكتير جدا في المخبوزات لكن مش بتكون متوفرة عندنا دايما فبنضطر نستعمل خميرة البودر بس لو طريقتها فهلة وبسيطة زي ما هتشوفه النهاردة بجد مش هتبطل تعمليها في البيت وكل ما تخلص هتجدبيها تاني عشان لما تحب تعملي المخبوزات تبقى موجودة عندك بكل سهولة هنبتدي نقلب فيها كويس ونتأكد ان كل حاجة دخلت مع بعض الدقيق والمية ومعلقة العسل وهنبتدي بقى نجيب نص معلقة نشادر بس اكدت بقى ان هي كده دخلت مع بعض كويس نص معلقة النشادر برضو دي مهمة جدا انا هكتب لكم طبعا المقادير كلها في صندوق الوصف ولما تأكدنا بقى ان هي اختلطت كلها مع بعض هنجيب برتمان وهنغطيه كويس نقفله كويس ونحطه في مكان ضلمة يعني في المطبخ في اي ضرف المطبخ ونحتفظ بيه المدة يومين وبعد يومين هيخمر ويعلم عينة وهنشوف هنعمل ايه ووريته لكم واجت لكم بعد يومين فتحت بقى كده البرتمان شايفين الخميرة والاختمار عالي يتقديه بقى هي كده انت مشيتها الخطوات مظبوطة ونجحت معاكي لازم عشان تكملي تكون خمرت معاكي كده بس خلي بالك ان انت لازم تقفلي البرتمان كويس عشان هو هيخمر ما يفرش معاكي مثلا ويبهدلك ضرفة المطبخ او كده فتكوني افلا كويس بكيس ولفا كويس هنجيب مع كوباية من النشا وهنبتدي ننفل بالنشا بالتدريج كده مع التقليب وهبتدي بقى اقلب فيها كويس بحيس ان انا ادخل النشا مع الخليط اللي باعي سهلة جدا وبسيطة قوي مكونات كلها يعني ان شاء الله موجودة عندك وبجد يعني حاجة مفيدة قوي ان انت يبقى عندك ان الخميرة كده انت اللي عاملها من ايديكي ونتجتها حلوة جدا انا طبعا هوريكو دلوقت هنختبر قطع مع بعض وهتشوفو هي قد ايه حلوة ونكحة كده بعد ما دخلت مع بعض كده النشا مع الخليط شايفين عاملة ازاي هي طبعا مش هتبقى عجينة يعني بتبقى الخميرة احنا بنشتريها بتبقى مفرولة كده شوية طبعا هنا بقى لكي الاختيار ان انت تعمليها مثلا زي شكل مستطيل كده او مربع وتقطع منه او زي ما انا عملتها كده ممكن تحطيها في قلب تلج وتعمليها كده مكعبات تستعملي المكعب وقت الحاجة بقى وقت اي وصفة تعمليها بيه وممكن تعمليها مربعات كده او تحطيها كما هي وتقطع منها قطع من لما تشيليها يعني في الفريزر انا هبتدي بقى احطها كده في القلب وهتبها تجمد عشان اقدر اطلعها من القلب وهوريكو شكلها عاملة ازاي اه وبرده هنختبر قطع معنا نتجتها حلوة جدا جدا وطريقة مضمونة وشايفين بقى شكلها بعد ما انا جمدت معي خميرة حلوة جدا جدا يريد تجربوها هتعجبكو اوي هنا بقى هجيب علبة واحتفظ بيهم كده عندي في الفريزر طبعا وقت ما احتاجها اه كده انا عملتها وهتنفعني جدا في وصفات كتيرة وناس تلوقتي طبعا بتحب تعمل العيش في البيت وحاجات كتيرة والعيش الفينو فطبعا عندك بقى الخميرة هتعملي بيها كل اللي انت عايزها كل انواع المغبوزات اللي انت يعني تحبي تعمليها هتبقى عندك الخميرة في البيت مكونات بسيطة وسهلة جدا هنختبر بقى مع بعض كده قطع من الخميرة هجيب شوية مية وحطت فيها قطعة خميرة ومعلقة سكر وهبتدي قلب فيهم بقى واسيبهم شوية يخمروا هورليكو شايفين 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 ما شاء الله علي هذي وخمرة وشكلها حلو جدا ياريت بقى شير للوصفة وما تنسوش اللايك وسبسكرايب واشوفكو في وصفة جديدة ان شاء الله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة